السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة فكرة لبكرة طريقتي النهاردة في سلق الفراخ بتحافز على العصارة بتاعتها تفضل فيها موجودة فبالتالي حجمها بيفضل زي ما هو ما بيكشش بعد السليق ده غير انا مش محتاجة اتبلها ولا نقع قبلها بيوم ولا ليلة ولا ساعتين اول حاجة هجيبي الفرخة واحطي لها معلقتين او تلات مالي ازيت في الحال اللي انا هسلق فيها واشوحها والشوضهر زي ما انتم شايفين كده وهي بتطلع بعد السليق بنفس الشكل محمرة كده وبنفس الحاج وانزل عليها بالمية المغلية اه بتاعتي لازم تكون مية سخنة مغلية بعد كده هنزل بالبصلية مبشورة فاصلين توم معلقة بهارات مشكلة ارفة معلقة السكر صغيرة اه بعد كده هنزل معي بمعلقة ملح كبيرة وعود كرفس مفروم او عود بقدونس او كسبرة ومعايا معلقة الروزماري وزعتر والفلفل اصمر بعد كده ما تطلع عده هنا معلقة صلصة طماطم حامرة زي ما انتم شايفين وهقديها تشويح اه تحت الشواية تاخد لون بس وزي ما انتم شايفين معايا كده وبايا كده عملت جنبية شوية محشي يا رب تعجبكم الطريقة وتجربوها ان شاء الله وتقولي رأيكم ما تنسوش متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك مع قناة فكرة لبكرة وكان معاكم سارة واستوضعوا شكرا